اشتركوا في القناة ما الذي سيكون الناس قادرون على فعله في حالة انعدام الجاذبية الجواب إذن سيكون الناس قادرين بي ايبل قادر على بي ايبل تو فلوت قادرين على أن يطفوا قادرين على أن يطفوا في انعدام الجاذبية هل اعتقد نيوتن أن السفر في الفضاء سوف يكون ممكنا في يوم من الأيام؟ Explain your answer وضح أو اشرح إجابتك According to newton السفر في الفضاء سوف يصبح أكثر شعبية أو شهرة هذا جواب شخصي عائد لكم استمعوا لهذه بسج الفقرة about Muslim astronomers علماء الفلك المسلمين and their inventions واختراعاتهم and fill in the blanks وملأ الفراغات سنستمع للفقرة سويا ونملأ الفراغات Do you ever wonder how airplanes and ships reach their destinations without getting lost? reach their destination إذن هل تسألت do you ever wonder wonder يتسأل how airplanes الطائرات and ships reach تصل reach their destination destination وجهتهم without getting lost دون أن يضيعوا أو يضلوا الطريق the history of science تعريخ العلوم shows يظهر shows us يظهر لنا that it's more than just luck إنه أكثر من مجرد الحظ astronomers studied the universe علماء الفلك درسوا الكون universe count for a long time لوقت طويل and found ووجدوا ways طرق to map the earth ليصنعوا خريطة أو يرسموا خريطة للأرض by looking at the stars عن طريق النظر إلى النجوم إذن map خريطة وهنا to map أي يرسموا خريطة مسلم navigation الملاحة أي أن يقود السفينة أو يقود الطائرة أو يعبر أماكن معينة أي يجتاز الأراضي إذن مسلم astronomers علماء الفلك المسلمين like الفزاري and الخوارزمي change the way we understand our planet غيروا الطريقة التي نفهم بها كوكبنا and others وآخرين like ابن الشاطر showed us how to navigated أرون جعلون نرى كيف نبحر في هذه الأرض أو ننتقل نتنقل في هذا الكوكب ابن الشاطر invented both the magnetic compass البوصة المغناطيسية and the sun dial sun dial هي المزولة المزولة هي ساعة شمسية نعرف بها الوقت عن طريق الشمس these inventions allowed people to find their way to Mecca more easily and even to know the times for prayer throughout the day إذن these inventions هذه الاختراعات allowed people سمحت للناس to find their way ليجدوا طريقهم to Mecca إلى Mecca more easily بسهولة أكثر and even وحتى to know the times معرفة الأوقات for prayer throughout the day الأوقات من أجل الصلاة خلال اليوم Today aeroplanes and ships use the compass for navigation اليوم choose one planet اختاروا كوكبا واحدا and think about وفكروا whether or not we could live on it هل يمكن أم لا يمكن أن نعيش عليه would it be easy to live there هل سيكون من السهل أن نعيش هناك remember تذكروا that to survive من أجل البقاء you must breathe the planet's air يجب breathe يتنفس هواء الكوكب and suffer its climate والمعاناة أو تحمل المناخ الخاص به sit with those that chose the same planet as you اجلسوا مع زملائكم الذين اختاروا نفس الكوكب مثلكم discuss your answers ناقشوا إجاباتكم لنقرأ الملاحظات عن الكوكبين life on mercury الحياة على عطارد mercury is the closest planet to the sun عطارد هو الكوكب الأقرب للشمس it revolves very slowly revolves يدور أي حركة دورانه بطيئة جدا very slowly a day on mercury يوم واحد على عطارد last 58 earth days إذن مدة اليوم الواحد على كوكب عطارد تساوي مدة 58 يوما على كوكب الأرض the temperature on the side facing the sun الحرارة على الجهة جهة الكوكب المواجهة للشمس facing تواجه is around حوالي 415 degrees centigrade إذن درجة الحرارة من جهة الكوكب المواجهة للشمس تكون 415 درجة مئوية the temperature on the side facing away from the sun الحرارة الحرارة على الجهة البعيدة عن الشمس is around minus 170 ديجري سنتيجري إذن الحرارة إذن الحرارة هنا في جانب المظلم الذي لا يواجه الشمس ناقص 170 درجة a year on mercury السنة على كوكب عطارد last 88 earth days تستمر لمدة 88 يوما أرضيا مدة كوكب عطارد لديه غلاف جوي رقيق جدا no water لا يوجد عليه ماء no wind لا رياح and no weather ولا طقس ميركوري لا يوجد أقمار خاصة بكوكب عطارد لننتقل إلى Venus الزهرة life on Venus الحياة على كوكب الزهرة Venus is the second planet from the sun الزهرة هو ثاني أبعد كوكب عن الشمس قلنا أن عطارد الأقرب إلى الشمس it revolves backwards إنه يدور باتجاه معاكس a day on Venus يوم على كوكب الزهرة last يستمر 243 earth days يستمر لمدة 243 يوما من أيام الأرض Venus is the hottest planet in the solar system الزهرة هو الكوكب الأكثر حرارة في النظام الشمسي around 470 ديجري سنتي قلنا عطارد درجة الحرارة 415 هنا على الزهرة 470 its atmosphere الغلاف الجوي الخاص به يتكون من carbon dioxide ثاني اكسيد الكربون venus venus has no moons لا يملك أقمار but it has mountains ولكن فيه جبال and volcanoes و براكين إذن بعد أن قرأنا الملاحظات عن الكوكبين ما الإجابة على هذا السؤال هل يمكن العيش على هذه الكواكب كإجابة مقترحة we could not live on mercury لا نستطيع الحياة على كوكب عطارد because the temperature is too hot or too cold لأن الحرارة إما مرتفعة جدا أو باردة جدا depending اعتمادا أو استنادا إلى whereabouts أين تكون أين المكان on the planet you are على الكوكب تكون أنت موجود عليه and there is no water ولا يوجد ماء we could not live on venus لا يمكن أن نعيش على الزهرة because it is لأنه too hot حار جدا and we couldn't breathe لا نستطيع التنفس in the atmosphere في الغلاف الجوي page 44 sending a message to outer space إرسال رسالة إلى الفضاء الخارج from earth with love من الأرض مع الحب there are the messages هذه هي الرسائل NASA sent التي أرسلتها NASA to outer space إلى الفضاء الخارجي in 1974 1975 and 1977 في عام 1974 و75 و77 these messages were sent to glis 581d هذه الرسائل أرسلت إلى glis 581d a planet كوكب similar شبيه to earth كوكب شبيه للأرض glis 581d glis 581d is the nearest planet outside the solar system هو الكوكب الأقرب خارج النظام الشمسي that could support life الذي يمكن أن يدعم الحياة hello from earth مرحبا من الأرض transmitted the messages نقلت الرسائل from the camberra deep space communication complex complex مجمع communication اتصالات deep space الفضاء العميق إذن من مجمع الاتصالات camberra للفضاء العميق with the help of NASA بمساعدة NASA the australian science minister kim karr وزير العلم الاسترالي kim karr entered the first message أدخل الرسالة الأولى to launch the project لإطلاق المشروع his message said رسالته قالت hello from australia مرحبا من australia on the planet على الكوكب we call earth الذين دعوه الأرض these messages express our people's dreams for the future هذه الرسائل express تعبر عن أحلام شعبنا من أجل المستقبل we want to share those dreams with you نريد أن نتشارك share يتشارك تلك الأحلام معكم when will the messages arrive in glace 581d متى تتصل الرسائل إلى ذلك الكوكب they won't reach it before the year 2030 إنها لن تصل إلى ذلك الكوكب حتى العام 2030 the first message sent to outer space contained the formula for DNA الرسالة الأولى التي أرسلت إلى الفضاء الخارجي احتوى على صيغة الـ DNA أو الحمض النووي a diagram رسم بياني of the solar system للنظام الشمسي and pictures of a man and a woman وصور لرجل ومرأة if we sent a message today لو أرسلنا رسالة اليوم we could make it more complex يمكن أن نجعلها معقدة أكثر following the speaking strategy باتباع استراتيجيات التحدث work in groups to prepare a short presentation اعملوا بمجموعة لتحضير عرض قصير عن how you might represent human civilization كيف يمكن أن تمثل represent تمثل human civilization civilization الحضارة الإنسانية civilization حضارة here are some topics هذه بعض المواضيع to think about لتفكر بها but you can add others لكن يمكنك إضافة المزيد a description of our history and beliefs وصف لتاريخنا ومعتقاداتنا life in our cities الحياة في مدننا country life في الريف a sample of our art مثال أو نموذج عن فننا books كتبنا music الموسيقى paintings الرسومات films الأفلام science discoveries الاكتشافات العلمية astronomy علم الفلك math رياضيات biology علم الأحياء physics physica cure for illnesses علاج من أجل الأمراض medicine الطب prepare spoken greetings that you would like to send into space حضر تحيات محكية يمكن أن ترسلها إلى الفضاء ما هي speaking strategies ما هي استراتيجيات التحدث short presentations عروض قصيرة make sure you understand what the subject is about تأكد أنك تفهم ما هو الموضوع أو عن ماذا هو الموضوع write notes for the introduction اكتبوا ملاحظات من أجل المقدمة general information أي في المقدمة ضعوا معلومات عامة the first topic الموضوع الأول example مثال a description of our history وصف لتاريخنا the second topic الموضوع الثاني كمثال scientific discoveries اكتشافات علمية and the end a personal message والنهاية تكون برسالة شخصية practice giving the talk and prepare expressions you might use practice تمران giving the talk على إلقاء العرض أو الحديث الكلام الذي ستقوله and prepare وحضر expressions you might use وحضر تعابير كلامية يمكن أن تستخدمها page 45 complete this dialogue dialogue حوار with the correct form of the verbs in brackets الصيغة الصحيحة أو الشكل الصحيح للأفعال بين الأقواص في هذه الفقرة سوف نستخدم قاعدة simple future رمزي what فراغ life فراغ be like in the year 3000 كيف ستكون الحياة في العام 3000 قلنا سا حرف السا في اللغة العربية ستكون سيصبح هي كلمة will إذن وبعد will الفعل هل نغير فيه شيء؟ لا دائما يكون فعلا مجردا إذن what will life be like in the year 3000 what will life be like in the year 3000 سلما oh I think we travel through our solar system أعتقد أننا سوف نسافر عبر نظامنا الشمسي and other parts of space وأجزاء أخرى من الفضاء at the speed of light في سرعة الضوء we will have our holidays on the moons سنقضي أيام العطلة على الأقمار of Saturn أقمار زحل إذن will والفعل يبقى كما هو will travel of course we can travel at the speed of light لا نستطيع السفر بسرعة الضوء سلما why not لم لا انت باس في الماضي there weren't any planes لم تكن هناك أي الطائرات and the internet didn't exist والانترنت لم يكن موجودا exist يوجد can you imagine our future in 1000 years هل تستطيع تخيل مستقبلنا في ألف عام وفرغ not work إننا لن نعمل لدينا نفي not إذن we will not work وقلنا will و not تختصر بشكل want there فراغ أيضا نفي not be any jobs لن يكون هناك أي وظائف there will not be there won't because robots will cook and clean لأن الروبوتات أو الرجال الآليين سوف تطبخ وتنظف schools فراغ have robots to teach maths المدارس سوف يكون فيها رجال آليين لتعليم الرياضيات reading القراءة and writing والكتابة schools سيكون لديها will have what about climate change ماذا عن التغير المناخي climate مناخ سلم we discover a way to stop global warming سوف نحن سوف نكتشف طريقة لإيقاف الاحتباس الحراري global warming إذن we will discover but human beings لكن الكائنات البشرية will also live on the moon ستعيش أيضا على القمر on Mars على المريخ and on other planets وعلى كواكب أخرى now listen to the dialogue and check your answers سنستمع الآن إلى هذا الحوار لنتأكد من إجاباتنا what will life be like in the year 3000 oh I think we will travel through our solar system and other parts of space at the speed of light we will have our holidays on the moons of Saturn of course we can't travel at the speed of light why not in the past there weren't any planes and the internet did not exist can you imagine our future in 1000 years we won't work there won't be any jobs because robots will cook and clean schools will have robots to teach maths reading and writing what about climate change we will discover a way to stop global warming but human beings will also live on the moon on Mars and on other planets number three rewrite the following sentences rewrite add kitabat ajumal atalia twice maretain the first time in the negative form for mreti ola be shakil annafi and the second time in the interrogative form well mad thania bu see got al istifa number one we will go on holiday into space سوف نذهب في العطلة الى الفضاء بالصيغة النفي ستصبح we will not ونقولها باختصار we won't الفعل كما هو we won't go on holiday into space بالصيغة الاستفهام will تصبح قبل الضمير نبدأ بهالسؤال will we ويبقى الفعل كما هو will we go on holiday into space الجملة الثانية we will travel at the speed of light in the year 3000 سوف نسافر بسرعة الضوء في العام 3000 نريدها بصيغة النفي قلنا we ثم will ثم not ثم الفعل مجرد we will not travel we won't travel at the speed of light in the year 3000 بصيغة الاستفهم نضع will في بداية الجملة will we travel الفعل كما هو at the speed of light in the year 3000 ثم اشارة استفهم المدارس ستكون مختلفة جدا في العام 1200 هذا النفي السؤال ستكون مختلفة ستكون مختلفة ستكون مختلفة روبوت ستفعل كل العمل في المستقبل الروبوتات سيقومون بكل الأعمال في المستقبل النفي روبوت ستكون مختلفة all the work in the future السؤال will روبوت do all the work in the future 5 living on mercury will be easy النفي living on mercury will not be easy الاستفهم will living on mercury be easy سنشاهد الإجابات مكتوبة negative we will not want go on holiday into space interrogative will we go on holiday into space two we will not i won't travel at speed of light in the year 3000 will we travel at the speed of light in the year 3000 school will not i won't be very different in 2100 will school be very different in 2100 robots will not do all the work in the future will robots do all the work in the future living on mercury will not i won't be easy will living on mercury be easy exercise for match the following words to their definitions طابق الكلمات التالية مع تعريفاتها to revolve to revolve قلنا ليدور هل معناها it's a natural satellite هل هو قمر صناعي طبيعي it's around object that moves around a star جسم كروي يدور حول نجم to break into pieces لينكسر الى قطع pieces of scrap قطعنا الخردة moving around a planet تدور حول كوكب to move around something or to turn like a wheel ليدور حول شيئا ما او يدور مثل العجل revolve قلنا يدور اذا تعريفها الصحيح الحرف e to fall apart ينهار يتداعى المناسب لها to break into pieces ينكسر الى قطع مون قمر هل هو قمر صناعي طبيعي صحيح اذا مون it's a الخردة اذا الجواب b orbital debris الحطام المداري بقيا pieces of scrap قطعنا الخردة moving around a planet تتحرك حول كوكب اذا d page 46 لدينا احجية الكلمات المتقاطعة crossword puzzle هنا كلمات عمودية وكلمات افقية الافقية هي across العمودية هي down الافقية across a form of transport for carrying people through space شكل من النقل من اشكال النقل لنقل الناس او حمل الناس عبر الفضاء هذه رقم واحد the state in which there is no gravity الحالة عند عدم وجود جاذبية ثلاثة a place where old or unwanted things can be left مكان حيث الاشياء الغير مرغوب بها او القديمة يمكن تركها four a machine that has been sent into space على ارسلت الى الفضاء and goes around the earth وتدور حول الارض moon القمر الى اخره etc five an instrument that shows directions instrument ادى تعرض الاتجاهات او ترين الاتجاهات down عموديا all space including all the stars and planets كل الفضاء متضمنا كل النجوم والكواكب seven the farag is the sun and the planets that go around it سنشاهد الاجابات الاجابات across الكلمات الافقية number one spaceship سفينة فضائية two zero gravity انعدام الجاذبية three scrub yard ساحة الخردة four satellite قمر صناعي five compass وصلة الاجابات العمودية number six universe الكون seven solar system النظام الشمسي الى هنا اعزائي نكون قد وصلنا الى ختام unit four we will travel to the stars من كتاب student book القاكم باذن الله في الفيديو القادم مع حل تمارين activity book لهذه الوحدة السلام عليكم اشتركوا في القناة موقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة